بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أبناءنا طلاب الصف الحادي عشر مع هذا الدرس من دروس اللغة العربية وعنوانه الأدب في العصر الأموي الجزء الثاني ونتوقع من طالبنا النجيب في هذا الدرس أن يعدد أهم أنواع النثر الفني في العصر الأموي أن يوضح السمات الأسلوبية للخطب في العصر الأموي أن يشرح كيفية تطور فن الكتابة في العصر الأموي مبرزا أهم رواده ونسترجع معا أعزائنا ما قد درسناه في الحصة الماضية قد عرفنا سابقا أن المؤرخين يقسمون الأدب العربي إلى عصور ومن هذه العصور الأدبية الأدب الجاهلي وأدب صدر الإسلام والأدب الأموي والأدب العباسي والأدب الأندلسي وأخيرا يأتي الأدب الحديث قد ذكرنا أبنائي الطلاب أن العصر الأموي يطلق على تلك الحقبة الممتدة زمنيا من السنة الحادية والأربعين من الهجرة إلى السنة الثانية والثلاثين بعد المائة من الهجرة منذ تولي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة حتى عهد مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية ومما تعرضنا له بالشرح في الحصة الأولى من هذا الدرس فن الشعر في العصر الأموي ومن الأمور التي ينبغي لدارس الأدب أن يعيها حق الوعي أن الشعر العربي قد استمر في تألقه في العصر الأموي وقد ساعد الظروف الحياة ومنجزات الدولة آنذاك على توسيع مجالات القول وإثراء اللغة فقد وجد الشعراء في تعدد الآراء السياسية وتباين الأحزاب والجماعات وإيمان القادة بدور الشعر وأهميته الحافز للإبداع والتألق بل والابتكار والتفرد فظهر الشعر السياسي الذي يعد من أبرز ملامح التطور الشعري في هذا العصر إذ وجد الشعراء فيه مجالا جديدا للإبداع الفني في معارك الفتح ومواطن الظفر والنصر فكان الشعراء يواكبون هذه الحياة الثرية بمشاركتهم الفعلية أو إسهاماتهم الفنية وعلى مسافة ليست بالبعيدة عن ساحات القتال الفعلي نشأت ساحة أخرى للعراك الأدبي فكان شعر النقائضي الذي ولد من رحم شعر الهجاء حيث كان الشاعر ينقض قصيدة لشاعر آخر قد ابتدأه بالهجاء نقضا يسير فيه على وزن القصيدة الأولى وقافيتها ويتتبع معاني الشاعر الأول وأبرز رواد هذا الشعر جرير والفرزدق والأخطر ومن عيون شعرهم قول جرير فيه جاء الراعي النميري إذا غضبت عليك بن تميم حسبت الناس كلهم غضابا فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كذابا وعندما ندعو ميادين الحراب نجد حواضر تلك الدولة الفتية التي اتسعت شرقا وغربا فنعم الناس بحياة الرفاهية التي وفدت على العالم الإسلامي لتهيج بلابل الشعر عند جماعة من الشعراء قد توهجت عواطفهم وتيسرت حياتهم فأفرغوا جهودهم في شعر الغزل ومنهم من أفصح وأبان فكان الغزل الحضري الصريح ومنهم من أطلق لنفسه الخيال وراء العواطف وقصص العاشقين فأثر الحياة الأدبية بالغزل البدوي العفيف إلى جانب غزل النسيب الذي كان معروفا من قبل والحقيقة أن الشعر السياسي والنقائض والغزل لم تكن الألوان الوحيدة التي استحدثها وطورها شعراء ذلك العصر إن من برى ثلة من الشعراء رافضين المبالغة في حياة الترف واللهو والحديث الماجن عن المرأة فنظموا أشعارهم حول الزهد في الدنيا والحث على الاستقامة وتقوى الله سبحانه ونؤكد أن فنون الأدب الأموي تنقسم إلى الشعر والنثر الفني ومنها الخطابة والكتابة وسوف نركز اليوم على النثر الفني وأنواع الخطب وسماتها الأسلوبية وفن الكتابة وأهم رواده وفي بادئ الأمر نريد أن نؤكد أنه قد كان للأدب بشقيه من شعر ونثر في هذا العصر الأموي ميزات استحدثت وجودها من العوامل السياسية والاجتماعية والحضارية التي قد طبعت هذا العصر بطابع خاص وقد أدرك النثر الفني في العصر الأموي مكانة رفيعة لا تقل شأن عن مكانة الشعر ولا سيما في مجالي الخطابة والترسل ولقد كان ذلك نتيجة حتمية لارتقاء الأسلوب الأدبي وتشعب مساراته الخطابة وقد شهدت ارتقاء نوعيا واهتماما فنيا فقد دعت إليها الحاجة بغية تثبيت أركان الملك الأموي أو جاءت تعبيرا عن صوت المعارضة التي عمدت إلى زعزعة تلك الأركان والرد عليها والحقيقة أنه بين المعارضة والمولاة كان التباري المشتعل لإبراز المواهب والقدرات وبلوغ الأفضلية في إثبات حقية الملك ولا عجب أن يسجل تاريخ الأدب نبوغ بعض الأمراء والولاة والقضاة والقادة في هذا الشأن وفي كل مصر من أمصار السلطة الأموية وقد جمع العصر الأموي بين أنواع الخطابة التي كانت شائعة في صدر الإسلام وأنواع جديدة أوجدها تطور الحياة الفكرية والأحداث السياسية والاجتماعية أما عن مظاهر التجديد في الخطابة فتتجلى في أنواعها المختلفة فقد كانت هناك الخطب السياسية والتي كانت وسيلة لاستمالة الأنصار والخطب الحربية التي استدعتها حركة الفتوحات الإسلامية والخطب الدينية قد كانت موجودة من قبل هذا العصر لم تكن تلك المكانة التي تبوأتها الخطابة في هذا العصر إلا لسمات اتسمت بها استهلال الخطبة بذكر الله وحمده وإلا كانت الخطبة بتراء توشيح الخطبة بآي القرآن الكريم وتضمينها لهذه الآيات وإلا كانت الخطبة شوهاء وكذلك استشهاد الخطيب بشيء من الشعر وأمثال العربي وحكمهم وإن كنا نؤكد أن النفر الفني في العصر الأموي قد تبوأ مكانة رفيعة في الخطابة فإن فن الكتابة قد تبوأ المكانة نفسها وللتدليل على تطور فن الكتابة في هذا العصر فإننا نؤكد أن فن الرسائل مثلاً على أنواعها من سياسية ودينية واجتماعية قد بلغت مرحلة بالغة الأهمية في تنسيق العبارة وسقل الألفاظ وتدبيج الأفكار بما يتلاءم مع أهدافها المرسومة حتى غدت الساحة بين الكتاب ميداناً رحباً للتنافس الأدبي وأضحى الكاتب نفسه حاجة ضرورية لأهل الحكم والولاية ولا سيما بعد تعريب الدواوين وجعلها في أيدي كتاب عرب وخلاصة القول فإنه من الواجب أن تعلم عزيزي الطالب أنه مع اتساع رقعة الدولة الأموية دعت الحاجة إلى إنشاء الدواوين كديوان الرسائل وديوان الجيش وقد رافق ذلك بدء حركة التدوين فجمعت طائفة من الأخبار والسير والأشعار كما كتبت رسائل في موضوعات شتى وأشهر الكتاب في العصر الأموي عبد الحميد الكاتب وابن العميد وقد كان عبد الحميد واسع الثقافة فقد حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده وحفظ أخبار العرب وأشعارهم وأمثالهم وقد برع عبد الحميد في استخدام العبارات المنمقة حين كان يكتب رسائل الخليفة مروان بن محمد وعلى يد عبد الحميد الكاتب تطور فن الترسل وبلغ غاية بعيدة من النطج وبدأت الكتابة الفنية به حتى قيل فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد الآن أعزائي الطلاب بعد أن طالعنا صفحات مشرقة من تاريخ الأدب الأموي في جانب النثري في فني الخطابة والكتابة هل مبنى إلى تدريبات الكتاب الكتاب المدرسي في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئة ماذا يقول سؤالنا؟ السؤال الرابع للخطابة في العصر الأموي خصائص فنية اذكر خصيصتين منها اوقفوا العرض أعزائي الطلاب وحاولوا الإجابة بأنفسكم هل انتهيتم؟ انظروا إلى تلك الإجابة الخصيصة الأولى استهلال الخطبة بذكر الله وحمده وإلا كانت الخطبة بتراء تسمى بالخطبة البتراء الخصيصة الثانية توشيح الخطبة بآية القرآن الكريم أي تضمينها لآيات القرآن الكريم وإلا كانت الخطبة شوهاء فتسمى الخطبة الخالية من القرآن الكريم بالخطبة الشوهاء السؤال الخامس من أشهر من احترف مهنة الكتابة في العصر الأموي؟ تذكرون هذه الأسماء اللامعة؟ نعم إنهما عبد الحميد الكاتب وابن العميد بوركتم أعزائي الطلاب على حسن المتابعة وإلى أن نلقاكم في درس جديد من دروس اللغة العربية لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته